اشتركوا في القناة واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم عليه تسليماً كثيراً أما بعد قال الله عز وجل في محكم التنزيل لقد خلقنا الإنسان في كبد ما من إنسان كثرة أمواله أو عظمة عافيته أو علاجاه إلا وعنده من المعاناة ما لا يعلمها إلا الله كل إنسان إذن هذه الحياة الدنيا حياة فيها مشقة وعناة وتعال وهذا البلاء يختلف من شخص إلى آخر بعض الناس قد يكون مبتلبي مرض ثاني مبتلبي فقر ثالث مبتلبي تعسر في حياة زوجية رابع مبتلبي تأخذ الولد خامس مبتلبي بالغربة سادس سابع ثامن البلاءات تتنور لا بد نعرف هذه الحياة الدنيا لا يمكن أن تكون رخاء كل إنسان يعيش غني ومرتاح وبين أهله وعياله وزوجه باره وأبناء صالحين وعند والدين هذا ما يمكن أن يكون ما يمكن رسول الله سيد الأولين والآخرين خير من مشى على هذه البسيطة وأشرف الخلق على الله عز وجل وصاحب المقام الأعظم والوسيلة مع ذلك وعمره صلى الله عليه وسلم ثلاثة وخمسين سنة هاجر من مكة إلى المدينة صور إنسان يترك بلده اللي قعد فيه ثلاثة وخمسين سنة هالعمر ثلاثة وخمسين سنة ينتقل إلى بلد آخر إلى جيرة جديدة إلى بيوت بالكامل هجرة فأحياناً قد إنسان تمر عليه ظروف معينة لابد أن تعرف أيها العبد أن هذه المحطات المؤلمة التي تمر في حياتنا وإن كانت هي مؤلمة على المشاعر لكنها عظيمة القدر في الميزان ميزان الحسنات قال صلى الله عليه وسلم عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن يعني فقط أهل الإيمان اللي هم غانمون رابحون فائزون في حال السراء والذراء في حال العافية وفي حال الفقد والبلاء لكن بشرط إنك حال الرخاء والسراء والعافية تشكر حال البلاء والمرض تصبر هذا الشرط أساسي أنت أيها المهموم لعبوا تصبر أيها المريض لعبوا تصبر قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا يعني ليس فقط الأمراض والآلام الجسدية بل حتى الحسي الألم الحسي الهموم الأحزان ألم المشاعر تؤجر عليه لكن لابد تصبر على البلاء من أشكال البلاءات المؤلمة حقيقة والتي لا يعرف مرارتها إلا من ابتلي بها مرارة الدين أنك تكون مديون دين يثق الكاهلك تتطرك الظروف والحياة إلى الاستدانة والناس في الاستدانة على نوعين في ناس يستدينون على كماليات يبي يشتري سيارة فارهة يبي يسافر سفر سفرة طويلة يبي يعيد تأثيث بيتها يبي يشتري بيت في موقع قاعد يستدين يستدين على كماليات في واحد يستدين على ضروريات لقمه ملاقي يأكل يبي يتزوج ما عنده فلوس زواج يبي يشتري علاج ما عنده فلوس علاج فالناس يتفاوتون لكن هذا هم وذاك هم عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يستعيد بالله من المأثم والمغرم المأثم يعني الإثم والمغرم يعني الدين فقلت يا رسول الله ما أكثر ما تستعيد بالله من المغرم يعني كثيرا ما أسمعك تستعيد بالله من المغرم الهدين قال يا عائشة إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف هذا الاستدين غالبا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف أنا إن شاء الله بعد شهر لفلوس جايتك إن شاء الله بعد شهرين رح تجيني مكافأة أو مبلغ أو رح أعطيك ويبدأ يتهرب من فلان ويتهرب من علنتان ويجذب على فلان وغالبا غالبا هذه حال الذين يستدينون في الكماليات في غير الضروريات يحدثني أحد الأخوة وأعرفه شخصيا وأعرفه صدقه وأمانته يقول لي سبحان الله استدنت من شخص مبلغ عشرين ألف دينار كويتي كنت محتاجها يعني ضروريات كنت أراها في بيتي لأبنائي ومحتاجها في أمس الحاجة فاستدنت عشرين ألف دينار وقلت حق هذا اللي استدنت منه يعني أبا سددلك على اليسر حين أنا مضغوط عندي مجموعة أقصاد لعلي بعد سنة تخف أقصادي وأبدأ أقاصدك قال لي تم يقول إلى الآن أنا ما سدت له ولا فلس علي أقصاد بس ناطر تخلص عشان أبدأ أسدد له يقول والله يا أبو ناصر ويأتيني شخص المسجد أعرفه صديق قديم لكن لا نلتقي إلا قليلا يمر علينا أشهر كثيرة ما أشوفه لكن إذا تلاقينا بيننا وبين مودة ومحبة واحترام وتقدير والرجل ذاكر طيبة العلاقة يقول صلى عندي الفجر قطبني على صوب شان يقول لي محتاج شي وأنا والله العظيم ما شكيت له قلت لي ألا أبد ماني محتاج شي قال لي بالحالة أنا أخوك وأنا الله موسع علي وفعلا هو الله موسع علي محتاج شي قلت أبد ماني محتاج شي قال أسئلك بالله مديون سألتك يقول سألتك بالله جاوبني قلت لي والله مديون بس الحمد لله إن شاء الله قادر أسدد ديني قال كم دينك قلت 20 ألف دينار يقول بعد يومين أعطاني أربعين ألف دينار قال عشرين سد الدينك وعشرين الباجي لك قلت لها ما أخذ زكاة قال والله ما من الزكاة هذه عطية من أخو لأخو يقولوا أنا والله العظيم لا لي كلمته ولا شكيت له ولا أسلت له رسالة الله هو لي ساق لي سد الديني بالكامل ورزقني مثل الدين إن الله على كل شيء قدير